اشتركوا في القناة الملاحظة الأولى تتمثل في قون الرسالة لا تحمل أسماء ولا توقعات سواء لأشخاص أو لرؤساء أو ممتلي الجمعيات ولا شيء آخر يبين أن هذه الرسالة صادرة عن المجتمع المدني بإنحناحن الملاحظة الثانية تكمن في قوننا نعتقد في جمعية إكزنيل تنمية بأن أسلوب الرسالة لا يرقى لمستوى المجتمع المدني بإنحناحن الذي نكن له طبعا كل احترام والتقدير وبالتالي نعتبر هذه الرسالة مجرد خرجة غير محسوبة لشخص أو شخصين يكنان ضغين وحق الدفينين لجمعية إكزنيل للتنمية أما من ناحية المضمون فأعتقد بأن جمعية إكزنيل للتنمية حصلت على دعم من أجل شراء محفظات للمدارس الابتدائية بدائرة تكنول التي تضم كما تعلمون سبع جماعات ترابية وبطبيعة الحال ونظرا لكثرة عدد الضواور والمدارس لم نتمكن من تغطيتها جميعها وبدأنا توزيع 1500 محفظة التي قمنا باقتنائها على بعض المدارس بالجماعات السبع واعتمادا على عدة معايير من بينها معيار البعد عن المركز ومعيار الهاشاشة ومعيار عدم استفادة المدرسة من المبادرة الأولى التي قامت بها جمعية إكزنيل للتنمية في سنة 2017 وبالنسبة لإنحناحن وقبل أن تنصفها المعايير المعتمدة من طرف جمعية إكزنيل للتنمية وقبل أن تكون ضمن المدارس المستفيدة توصلت شخصيا برسالة ولازلت أتوفر عليها برسالة من عضوة بارزة بجمعية إنحناحن تحذرني من مغبة استثناء مدارس إنحناحن من الاستفادة من مبادرتنا فكان جوابي طبعا بأننا لا يمكن أن نكون إقصائيين تجاه أي منطقة من مناطق إكزنيل التي تدخل في إطار مجال اشتغال الجمعية وأكدت للسيدة التي اتصلت بي بأنني سأخبر فرعش ديربورد بكون أعضاء جمعية إنحناحن يطالبون باستفادة مدارسهم من مبادرتنا رغم المبادرة التي قامت بها جمعيتهم في بداية السنة واليوم تفاجأت صراحة ببعض السموم التي حاولت هذه الرسالة بثها فكاتب الرسالة يعود لبعض الأنشطة الصيفية التي ساهمت عدة عوامل في تزامنها ومبادرة رياضية نفذتها الجمعية نزولا عند الرغبة وطلب بعض أبناء جماعة أجدير وبورد ليؤسس لحقه في المس بسمعة جمعية إكزنيل التنمية الرسالة توضح بأن صاحبها لا يعرف الظروف التي أخرت عملية توزيع هذه المحفظات التي تخص موسم 2018-2019 والتي وجدنا أنفسنا مضطرين لتوزيعها ولو في آخر السنة الدراسية ولا يعرف ثمن المحفظات ولا يعرف عدد المدارس التي ستستفيد من هذه المبادرة بمنطقة إكزنيل وهو ما يجعلنا نعتبر هذه الخطوة مجرد محاولة تشويش على عمل جمعية والأسوأ من ذلك هي محاولة بث السموم بين أبناء المنطقة وهي محاولة ستكون يائس لا محالة لكون هذه الدعوات لن تجد أي استجابة من طرفنا لكوننا وبكل اختصار لم نأتي لبناء الحدود وإقامة الحواجز بين دواوير منطقة إكزنيل وإنما أتينا لتمتين أواصر الأخوة والتواصل بين جميع أبنائها ولتحريك عجلة التنمية بها مع ما يتطلبه ذلك من عمل تشاركي مع جميع فعاليات المجتمع المدني والذوات الحية بالمنطقة وشكرا جزيلا شكرا 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 جزيلا